من يوم إلى آخر تأخذ معارك البيضاء في التوسع فبعد أن كانت المواجهات محصورة في أطراف المحافظة استطاع الجيش الوطني نقلها إلى مناطق أخرى قبل ثلاثة أعوام لم تستطع حشود الميليشيا المتدفقة نحو هذه المحافظة التي تتوسط البلاد من إخضاعها للسيطرة الكاملة معارك الساعة الأخيرة في منطقة قانية الواقعة بين محافظتي مأرب والبيضاء أسفرت بعد اشتباكات عنيفة مع الميليشيا عن قتل وجرح وأسر العديد من عناصرها وتركزت الاشتباكات بين الجيش والميليشيا في محيط جبل الفالق وجبل مسعودة المطل على منطقة قانية بدورها شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية استهدفت مواقع وآليات لميليشيا الحوثي في جبل مسعودة وجبل العر ما أسفر عن تدمير أسلحة وعتاد للميليشيا ويرى مراقبون أن الجيش الوطني بات يكثف من هجمات على مناطق سيطرة الميليشيا في محاولة لاستعادة السيطرة كليا على المحافظة واستخدامها ممرا للعبور نحو محافظات أخرى شمال البلاد ترجمة نانسي قنقر